اشتركوا في القناة كما يظهر في هذا الكسر حيث نقسم كل من البسط والمقام على عواملهما المشتركة فقسمنا على اثنين ثم قسمنا على ثلاثة وتوقفنا عندما أصبح القاسم المشترك الأكبر لهما هو الواحد أما الطريقة الثانية فهي القسمة على القاسم المشترك الأكبر كما يظهر في هذا المثال حيث قسمنا البسط والمقام على القاسم المشترك لهما وهو ستة فنتج الكسر ثلاثة على أربعة ويعد الكسر في أبسط سورة إذا كان القاسم المشترك الأكبر لبسطه ومقامه هو الواحد مثال من واقع الحياة ينام الأسد عشرين ساعة تقريبا في اليوم وبتطبيق ما يعلمنا هذا الدرس نستطيع كتابة عدد ساعات نوم الأسد بأبسط صورة يعلمنا هذا الدرس طريقة بسط الكسور الاعتيادية في أبسط صورة ترجمة نانسي قنقر